بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي على قناتي أمري حابل الخياطة اليوم سوف نفصل معكم عباية بكشكشات على الصدر فوق الصدر ونضع منظر رائع فقط تبقوا معي الفيديو سوف نضع المرحبات لجزء العلوي باكتاف 22-1 23 سنتيم ورقبة 12 سنتيم لانه سيدة اغطأ الرأس نزلت بثمينة ونضع الرقبة باكتاف سوف نضع المرحبات سوف نضع منذها بـ 27 سنتيم سوف نضع الربع باكتاف الرقبة باكتاف الرقبة نضع الصدر من 100 إلى 100 نضع الربع الصدر من 32 سمع ويضع الاتنى للتوسيع 36 سمع هذا الطاي الخدمي هو طاي 54 أو XXL نرى الدرس الإسقاط نقطة الكاسيف كل ذلك جميعاً في شكل وصدر نقوم بمجدته نعمر من الأرض ونقوم بمجزة نقوم بمجزة ننزل 2 سمع نقوم بمجزة الارتفاع 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 كما قلت لكم هنا رطاية كبيرة سوف نقطع والدورة نفعل الرقابة كما شاهدت معي فيديوهات سابقة قاعدة تقوم بعمل 9 سنتيم على 12 سنتيم فتحة تقوم بعمل 8 سنتيم على 10 سنتيم نحتاج 4 متر كتوب فتحة تقوم بعمل 8 متر كبيرة ويجب أن تكون كشكشات كثيرة في الصدر أول شيء نأخذها هي الأكمام نضيف 8 سنتيم على الطول نقطع تقريباً على 61 سنتيم 58 سنتيم 6 سنتيم أو 8 سنتيم 8 سنتيم نضيف الأكمام نضيف التوب ونضيف الأربعة نضيف التوب كما تشاهدون الحشية لنفصل على العرض والعرض يوجد 1.5 متر نضيف البطرون على الجهة المسدودة نضيف الأمام ونضيف الأمام ونضيف التوب كما تحرك نضيف التوب لتخبره ونضيف التوب لتخبره ونضيف شكراً لإنقاذ لتفاصيل لإستخدام الراقبة نضيف لنضيف اضغط الرأس 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 1-1 올 نقوم بتقليل الاختاء ونقوم بتقليل الاختاء نقوم بتقليل الاختاء نقوم بتقليل الاختاء نفتح الجانب نقوم بتقليل الاختاء نضيف الكشكاشات نضيف الكشكاشات نضيف الكشكاشات نضيف الكشكاشات نضيف الكشكاشات نقوم بتقلل طول نضيف الكشكات نضيف الكشكاشات في اعلى نقطة في الكثيف ونبدأ نحرك شريط السنتيمتر حتى نقدر الجواني بدل نحيد هذه الزيادة باش مجينيش جلبة طيحة من اللي تحتيني باش مجينيش جلائل طيحين هانسوما كم متر سانو دعبة غاديوك نحرك شريط السنتيمتر بالنسبة للدورج العنق هنا ما غاديش ندير تبتان غادي ندير غطاء الرأس فغطاء الرأس هانا انا مكتصلا معاكم هي لدات من الرأس ما فيها بس غادي نعوده معاكم باش اللي تدخل الفيديو الاول مرة او اللي تدخل قناة اول مرة يعرف كيفش يدير افصل انا احنا عندي ها التوب هذا هو اللي شاطلي يعني التوب عندي فالحق خاص يكون توب مصدوب ولكن انا ايو هاش اللي شاطلي وخاص يدروني نخرج غطاء الرأس اذا شنو غادي ندير غادي ندير غادي القيطة هانا اربعة دي القيطة ها كما تشوفوا وبالتالي غادي ندير فيهم خياطة ندخلهم كما هما نسبة لطريقة غطاء الرأس شوفوا العباية الخمارة ترني كلهم دائرة فيهم غطاء الرأس اذا غادي ندير انا موليفة كندير 22 سنتيمتر انا غادي نخلي 1 سنتيمتر خياطة غادي ندير 23 سنتيمتر انا كما قلت لكم هذه الحشيات غادي نحيضها نحيضها هنا يوم ومحسب شمها انا غادي نحسب طول ديال غطاء الرأس غادي ندير 50 سنتيمتر غادي ندير 17 سنتيمتر غادي ندير 17 سنتيمتر أفضل الأكمام اخذها تكتوب الليخ الليث ونطويه على 4 سنتيمتر غادي نحيضها تكتوب الليخ الليث ونطويه على 4 سنتيمتر نرفع هذه الدورة تركيز الامام حيث تركيز في الموضل الجهة الامامية الكبيرة نقسم بخياطة الاكتاف نقسم بخياطة الاكتاف نذكر الحيث نزلت 13 سم ثم نضيف 31 سم نرسم خط نقسم هذه المسافة على اثنان ثم نقسم هذه المسافة على اثنان نخرج بواحد ونصف و ندخل هنا بواحد ونصف نرسم لكم عادي والطول سوف نخليه كما هو سوف نقص راجتني يادك سوف نقص نقص aslında سوف نقص راجط على هاته يجب ان يكون هناك السيدة اخذت عليها الضواران ديال الدراع اخذت عليها الضواران ديال مرفق انه منيك تشوفوا سيدة ممتلئة مضروري تاخدوا هاد العبارة هادو باش تفصلوا ما يكون منيك تفصلوا تخيطوا ما يكونش مشكلة سوف نقطع اذا اصلت للمشي بخط مستقيم مستقيم ثم نحل ثم ندخل في الجهة الأمام نعلم جهة الأمام ثم نضيف ننسى الافصال سوف نريه لكم في الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته